السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد وجهتكم فيديو جديد عن سولو ليبلينج واليوم راح نحكي عن التحديث اللي راح يجيه ان شاء الله يوم الخميس هلانا نزلوا اليوم لو يوم الثلاثاء صح اليوم الثلاثاء صح؟ ويوم الخميس راح ينزل هذا التحديث أول ما يصير يوم الأربعة راح يبلش ست ساعات تحديث انتبهوا من هي الشغلة ست ساعات وعشر داية كمان اذا عم تسنوا لآخر لحظة تسنوا لآخر لحظة لانو راح يروح عليكم بقى نصيحة مني فوتوا عن اللعبة وخصوا كل شي بكير هلأ شو الشغلات اللي راح تجيه لانو الشغلات اللي راح تجيه كتير 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 رايعة و راح تقين نلعب اللعبة لمدة اسبوعين باستمتاع بعدين نرجع من المرة تعنيه بقى خلينا نبلش قبل ما نبلش طبعا ازا انتو هلأ مو عاملين سببورت على موقع نت ماربل اللي عملوا لنا مشان تعفضوا الكودات اللي جديدة واذا حبي نشتركوا معنا بالقناة مشان نوصلكم كل جديد مني اهلا وسهلا فيكم طبعا في شغلة بس مهمة اللي ما اخد الكودات يفرجيني صورة على الديسكورد اللي هو الرسائل اللي انا باعتها تبع السببورت والكودات ويفرجي انه هو مو واصل له كود وانا ببعت له مية بالمية لانو انا ببعتها الكل بقى شلون ما اوصل لواحد وصل لعشرين شخص ولا خمسين شخص ما اعرف بقى خلينا نبلش اول شي طبعا واقوى شي بالنسبة للي حاليا اللي هو الوركشوب احسن يعني شو رح يصير هلا اللي هو هاد رح ينزل با الوركشوب يعني رح يصير فيك تختار اعتقد بين باران وبين باران او فولكان وباران وعن طريقها كمان رح يصير يطلع لك شغلات جديدة او جير. هلأ مبعرف نعموله انه كمان في جير جديد. بس الجيل اللي حيطع لك بيكون ممكن احسن. او ندرته احسن. ممكن يصيره مسلا نسبة الكرس فيه اعلى. هلأ مبعرف شو هيعطينا شغلات جديدة بس اللي هيعطينا يام نتكديم منه اللي هو اللي اسماه كور. الكور هاي رح تعطيك اتاك ودفاع وسبورت لشخصياتك بتحط على الشخصية تبعك بيعطيك بوست جديد. بقى هذا شي رائع. انا هيك ساعتها انت اه بتطور شخصياتك اللي اتروه زي انت بورك قليل بيرتفع مع هاي الشغلة. هلأ ان شاء الله يكون حتى بيعطيك ياها مشان الاشخاص اللي هم لحد الان ما رح يدروا يختموا ممكن باول يوم ولا باول اسبوع ولا بتاني اسبوع آآ باران يدروا على اقل من بولكن يطلعنا الكور ويطوروا شخصياتهم مشان يدروا يخلصوا آآ آآ ويروحوا عند باران. هاي بالنسبة لأول شغلة. على الشغلة التانية انه رح يجي شخصية جديدة اللي هي اسمه جينة. ورح يجي معاها سلاحة. بقى شخصية جينة. الاغلب الناس عم يقولوا ممكن تكون نار. وانا بظن انه ممكن تكون نار لانه هي اعتقد كانت آآ لا هي شخانت آآ آآ شخانت تعمل بالمانوة. لانه هي شخصية اصلية يعني واخيرا نزلوا شخصية من المانوة. آآ هذا الشغلة حلوة. يا رب تكون مفيدة من الاخر. شو ما كان لونها اذا ما كانت مفيدة لتيماك لا تسحب عليها. هذا اهم شيء. بالنسبة لنا وبالنسبة لكل الاشخاص. هل هي رح تفيد الفريق تبعي? هل هي رح تفيدني اختم شغلات انا ما كنت عم يدر اختمها او كانت صعبة علي. على اساسها انا بسحب. هلأ شو بتعمل? لسا بنعرف. بس هتجي بنعرف شو بتعمل. وللاسف انا لسا بارح ساحب تكتات الاسلحة. رح يجي. ديمن كينجز داقر. رح يجي على اللعبة. اللي ما بيعرف شو هو ديمن كينج داقر اللي هو هاد آآ الداقرين اللي بيكونوا مع باران بعد ما يرمي سيفو. بيحول على الداقرين وهدول من اقوى الداقرات اللي سنجنوه. ضل كتير يعني زمن كتير كبير عم يستخدمون لحتى آآ بنحكي بعدين لحتى آآ كتير يعني ممكن لسا بدأ لشهر ثلاثة واربعة لحتى اخد اقوى داقر اللي هو شخان اسمه. آآ نسيت شو اسمه طبعا التنين. المهم. هاي بالنسبة للشغلة اللي بعدها اللي هو ديمن كينج داقر. زي نصيحة مني لا تسحبوا هلا على الاسلحة خبوا كل شي تدروا تخبوه لحتى آآ آآ تاخدوا آآ ديمن كينج داقر اول ما ينزل. هلا شو رح يكون آآ عنصره? تسعين بالمية رح يكون عنصره نفس السيف اللي هو رح يكون ريح. وان شاء الله يكون آآ جامع بين الدميج زايد الساب بورت. لانه هلا فيك نتقول هذا شوي السيف صار شبه ساب بورت. بيعمل دميج خارق بس ساب بورت لانه بيزود الهجوم تبع سلحة الريح. بقى ممكن الداقر يكون هو سلاح الدميج وصير تستخدم الاتنين مع بعض اللي هو السيف زايد الداقر. وساعته ممكن يصير كومبو رائع وللأسف ممكن ساعته نضطر ما عدد نستخدم آآ يعني ممكن يغنينا عن السنايبر معنو السنايبر السفاح بس ممكن يغنينا عن السنايبر. وطبعا في هلا حاليا موجود فوتوا على اللعبة فوتوا على هذا الموقع اللي هو آآ آآ ومن عن طريق هذا الموقع في هون آآ 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 أجوبة يعني سؤال بتسأله اللي هو شو هذا. هذا هذا وشكله. الديمن كينب داكرز. وعن طريقهم بتاخد مية رون فراغمنت زائد كمان فيه عشرين شخص ممكن ياخدوا خمس تكيتات على السحب على الأسلحة. بقى نصيحة مني روحوا خلصوها طبعا رحطوا رابط بالوصف تبع هاي. شون بتاخده بس بتعمل لوجين بحسابك نفسه اللي بتلعب في لعبة سولو ريفلينك. بعدها بتجاب على السؤال. وهيك ساعته بتاخد الجائزة. هيك بالنسبة لهذا اليفنت. حبيت تحكي عليه هيك بشكل سريع. وبعدها طبعا رح يكون فيه كستومات جداد. ما نعرف لمين هل رح يكونوا هالوين ولا الهالوين رح يكون بنهاية الشهر. ما بنعرف. ونيو هانتر اركايف انستركشا سيكرت لايبري. حلوين هدول. فيهم جوائل حلوة. وفيهم جمعات حلوة. ما بنقول لأ عليها ابدا. ونيو اس اس آر هانتر اكسكلوسيب ويبن. رح يكون في اس آر هانتر اكسكلوسيب ويبن. ما بنعرف مين لأي شخصية بالضبط. يعني اذا ننزل اس آر هانتر اكسكلوسيب ويبن. معناها ممكن ينزل شخصية اس آر. بسمع في شو هي. ونيو ريفيرس ستوري شابتر رح يكون في ريفيرس ستوري جديدة. ونيو ايفينتس وهانتر عن سانجنو اللي هو حكينا عليها. اللي هو يوسوي هون. وشوي. واستاح السيف تبع رح يحسنوهم بعد يوم الخميس رح تقدر تشوف التحسين هذا شو كان. وطبعا في شغلات احق عليها انو رح يحسنوها واحدة منهم اللي هو تبع الديمين كاسل وبعض البوسات اللي رح تكون موجودة بالمستقبل وحاليا. ومثل التنين طبعا. ونيو باكجز طبعا اكيد لازم يحطوا باقات جديدة بشان يكسبوا من وراء لهذا اليفينت. وطبعا كل ياتنا بعد التحديث رح ناخد خمسمية جيم. مفتاحين للجيتس وويبن انهانسمنت. وكوبون عشرين بالمية خصم على الدايموند اللي هو رح يمددوها اللي هو شارلوت رح بدال ما كانت تخلص يوم الخميس اللي هو عشرة عشرة رح تخلص بتاريخ ستاعش. ايه و ايه ايوه رح تخلص تاريخ ستاعش بدال العشرة. تحصى. اه صح رح يخلص تاريخ ستاعش مو تاريخ ستاعش. مو تاريخ ستاعش. اه يعني زا امتى اه اه عبدك بدك تسحب على شارلوت بعد تاريخ عشرة عشرة اي شي بيطلع لك ما رح تطلع لك تبع يعني موارد الاسلحة تبعها. فمو نصيحة تسحب عليها يا هلا يا بلا. وطبعا البونس ريسيت رح يكون شغال وفي بعض ما في شي بس هدول هلين. فانصيحة مني جهزوا حالكم لانه كمان في سكلات المفروض ورون رح تيجي بس راح تجي هلأ ولا لا. شكل ما رح تجي هلأ رح يجلوها للأسبوع اللي بعده والأسبوع اللي بعده كمان. فانا كنت عم جمع بصراحة سكلات ورونات لانه ممكن يكون في سكل ورون جديدة. ان شاء الله الاسلاح يكون حلو. ان شاء الله يطلع لكم الاسلاح اذا كان قوي. بس لا ينزل الاسلاح و بس ينزل الشخصية. هلأ الشخصية تسعين بالمئة ممكن ما ازحب عليها. اذا ما كانت خارقة. اذا ما كانت خارقة يعني. هلأ هي مئة بالمئة ما رح تكون هجومية. او تسعين بالمئة ما رح تكون هجومية. إلا اذا ادرونا وخلوها هجومية. ونار هجومية. بس في عنا يعني حاليا يوسوي هون ما بشي. ويوسوي هون اسمها والله ما بارشو اسمها. وايما لسع تقوية. هلأ بعد التحسين ممكن يصير شوي لا بأس فيه. بعرف انه انا ممكن يصير لا بأس فيه. بس ما رح يصير توب. بس جينا اذا كانت نار. ما بارك لازم تكون سابورت. لازم تكون سابورت وسابورت خارق. مشان يكون عن جد يوسوي هون تصير سفاحة. تصير تعمل دمج خارق. لانه حاليا يعني فيك تقول بالدمج هي تعتبر رخم خمسة ستة حتى. يعني ممكن هاربر بالنسبة لي طبعا هاربر وغوغان هي بيعملوا دمج اكتر منها. لانه كمان عندي سيئة مو واو. بس هل رح تكون قوية ولا لا. لازم نشوف يعني انا ان شاء الله اول ما تنزل رح نصور فيديو عليها او على اقل بس نزلكم هل هي منيحة ولا لا. بعدين بننزل فيديوهات وبنعمل بتوث عليها. بنشوف هل رح نسحب عليها ولا لا. يعني ممكن هي رح تكون اول شخصية انا ما رح اسحب عليها ليش لانه بصراحة شارلوت كتير كلفتني مصاري بالهبل بقى ما عندي مصاري ولا عندي يعني قابلية ان يسحب عليها الا ازا كانت سفاحة بشرية. ازا ما كانت سفاحة بشرية يعني رح تغير مجريات اللعبة ما رح اسحب عليها. يعني ازا كانت عادية مو بعدين بنسحب عليها. بقى بس هذا اللي حبيت احكيكم به هذا الفيديو اه لا تسحبوا طولوا بالكم. اه جمعوا مواردكم. وبنشوف في يوم الكميس هل راح تكون تستاهل ولا لا. ازا ما غير تستاهل لنسلنا لتوماس. وان شاء الله يكون توماس سفاح بشري. بس هم يكون صنات في تلك المجري تكون سامتاعتو في سامتاعت فلاسة. عملاك في الفيديو اتشوفك معنا خلاص في الجميل اتشوفك عخر فيديوهات تانية مع السلامة.